هو رمس الرأس تحت الماء وليس رمس كل البدن تحت الماء هو ذكر بالخصوص من المفطرات وهي مسألة احتياطية الاحتياط اللزوم الوجوب الاجتناب عن رمس الرأس تحت الماء تحت الماء قد يكون تحت الماء النهر وماء البحر بالبيت بالبائل أو بالمغسل خط بده يبرد حاله وخط رأسه تحت الماء فقط ولكن لم يضع البدن تحت الماء فقط الرأس في احتياط بترك هذا العمل هذه المسألة في نقاش بين الفقاء فيها فيش فتوى صريحة بتقول هو مبطل ومفسد للصوم رمس الرأس تحت الماء من جميلة المثل اللي ذكرته حضرتك موضوع السباحة والأيام أيام شوه بيجي بيصبح بيقدر يصبح وما يغطس رأسه الإنسان بيمكن بيمكن ذلك يعني ما فينا نمنع السباحة وهو صائم الإنسان لكن بس ما لا ينزل رأسه تحت الماء سواء بسباحة أو بغير السباحة ألا يغطس مسألة اختلاف فيه اختلاف مثلا فيه رأى علماء الآن بقول لك احتياط استحباب الاجتناب عن رمس الرأس تحت الماء مثل السيد السباحة مثل فتوى السيد السباحة الله يحفظه فتوى السيد الحكيم الله يحفظه سيد محمد سعيد وبعض الفتاوى الفقهاء محل نقاش لذا السيد القادو احتياطا وجوبيا بأنه مفسد للصوم ومن هون يعني هذي المسألة كل احتياط وجوبي سواء في هذه المسألة أو بغيرها من المسألة يمكن رجوع فيه إلى مرجع عالم آخر وتقليده طبعا هلأ بيحكوا لطلاب الحلم من الأعلم فالعالم بهذا الموضوع وتقليده إذا بده يتخلص من هذا الموضوع بده يلتزم بالاحتياط لنفتر طبعا إذا سئلتم من قبل الناس يعني بالرجوع إلى المرجع العالم الاحتياط حسن كلما رجعنا خير وبركي الموجودين على الرأس كلهم اشتركوا في القناة